تباشير سعود أسعار النفط مؤشر إيجابي على تعافي الاقتصاد الوطني الذي مرتبط بشكل رئيس بتقلبات أسعاره هذه الطفرة طرحت عدة أسئلة عن جدية الحكومة في المضي قدما في التزامها بتنوع مصادر الدخل والترشيد ما زلنا في وضع قلق ومقلق فيحتاج الأمر إلى الاستمرار في موضوع إصلاح المالي والاقتصادي وأيضا بعدها طبعا إصلاح الإداري حتى فعلا نعيد هيكلة الإقتصاد الكويتي ونبني على مباني صحيحة بسبب أن كانت ترشيد الميزانية بتقليل المصروفات وزيادة إرادات أو إيجاد بداء الأخرى عن النفط شكوك ومخاوف أبداها عدد من النواب من أن تعافي أسعار النفط سيبطئ من مسعى الإصلاح الاقتصادي بعد ما تعافه شوي نوعا ما يعني وصل الآن حوالي أربعين حول الأربعين بالعكس زادت الرغبة والإصرار على عدم ترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات على الرغم من قناعتنا بأن الحقيقة حتى بغض النظر عن سعر النفط أن هناك مجالات للترشيد بدليل أنت شوف الملاحظات أو المخالفات اللي يسجلها ديوان المحاسبة الحكومة للأسف عندما يكون هناك مشكلة في نقص الموارد نسمع عن الخطط والطموحات والبرامج الإصلاحية والأمور هذه كلها لكن هذا ما يكون نتيجة رؤية إذا ما كان نتيجة رؤية وتخطيط مستمر أصبح نتيجة حاجة نحن نتمنى الحكومة تكون على مستوى الحدث ويكون إجراءات نتيجة رؤية وليست نتيجة ردة فعل خفاص على البطر هل تعلمت الحكومة الدرسة من الانهيار السابق لأسعار النفط أم اعتبرتها مجرد ريح عادية مرت بردا وسلاما وتبقى تدعياتها ردة فعل لا منهج مستمر مع تعافي أسعار النفط تتزايد المخاوف والتحذيرات النيابية من تبدد الهم الحكومية للإصلاح الاقتصادي لنعود للمربع الأول وهو الأمر الذي يواجه برفض نيابي كبير لتلفزيون المجلس طارق السهو